بقوا ناس بتقسره وبخلاف عوضة الزمالك ليه التدريبات غدا في ناس كتير جدا جدا جوا نادي الزمالك بتقول للجنة يا جماعة والنبي بعد اذنكم مشوا أسره مشوا مش عايزينه الكلام من بعض الرموز نجوم كرة القدم السابقين داخل نادي الزمالك القدامة الكلام من بعض المسئولين من بعض المرشحين في الانتخابات المجولة انا بقولك بالضبط فبيحاولوا مع اللجنة اه لجنة بعد اذنكم الراجل ده مش نافع معنا مش واكل معنا ودماغه ناشفة وما بيغيرش ما بيعدلش وبيلعب مطشاك كلها زي بعض والدنيا ضعبة وكنا هنخرج بفضيحة وكلام من ده على ايد طبعا فريق ضعيف زي أرتا سولار فمشوا الراجل ده اللجنة كان الرد واضح عنده قالهم يا جماعة احنا اقول لهم كده يعني احنا ما نملكش من امر شيء ما نقدرش نمشي الراجل لان احنا لجنة تسير اعمال لكن لو انتوا عايزين تمشوه في حد يدفع الشرط الجزائي وما فيش مشكلة ويكون الموضوع عن طريق كابتن عبد الواحد السيد وما فيش مشكلة يبقى بطلب من كابتن عبد الواحد السيد ويكون في حد يوفر تسعة مليون جنيه شرط جزائي تسعة مليون جنيه شرط جزائي في عقد اوسوريو واهل واسهل يمشي الراجل معها على السلام لان اصلا اللجنة مش رادية تماما على اداء الراجل مع الفرقة على مدار المراحل المختلفة الماضية فموقف اوسوريو انا بقول له حضراتكم صعب جدا يحسم الا بعد على الاقل 18 20 25 يوم من دلوقتي اقصد ايه اقصد نجاح المجلس الجديد اي ان كان مين اللي حينجح في الانتخابات المجملة اللي عد التنازلي ليها ابتدى طبعا ان خلاص ناس 18 يوم تقريبا عن انتخابات سامسون اكين اقول لها انتوا فاكرين سامسون هو خارج حسابات نادي الزمالك وخارج حسابات اوسوريو وطبعا اتكلم مع الراجل خلال ايام الماضية وطلب منه يعرف السبب ان هو ليه مش موجود ليه مش في الصورة وشايف ان هو بيجتهد في التدريبات وشايف ان هو بيقدي اللي عليه في التدريبات فعايز ياخد فرصة فكان رد اوسوريو قال له لأ انا عندي ناس هما الاحق بالتواجد في مركز المهاجم بالنسبة للفرقة في المرحلة الحالية انت كل اللي عليك انك تجتهد وتتمرن لكن انت بالنسبة لي خيار رقم 3 او 4 او 5 او اي حد يتحط مهاجم بس ما يتحطش سامسون تبقى لرؤية اوسوريو كرة القدم ممكن تتفاجئ بحاجات تانية كتير ممكن تلاقيه سامسون بيلعب الفترة اللي جاي الله اعلم الظروف ممكن تمشي ازاي ممكن الراجل يبدع في التدريبات اكتر واكتر لو هو اصلا بيبدع تمام فيشارك يعني لكن القرار طبعا اكيد عند اوسوريو لكن سامسون دايما بيسأل يعني السبب ايه لجنة الزمالك في الحقيقة برضو قايمة بمجهود كبير جدا بالتحديد في ملف الحجز على ارسدة النادي في او الخاصة او لصالح مصلحة الدرايب ومن المفترض بنسبة كبيرة يوم الاربع يبقى فيه ورقة رسمية ان خاص فيش حجز يوم الاربع اللي جاي من المفترض ان يبقى فيه قرار نهائي او ورقة رسمية تفيد بان نادي الزمالك خلاص كده مش محجوز على رسمية الضوار طبعا استاذ مانضوحة بس ده من زمان قولنا الحركة ومكان معالم داخلات مهمة بتاع وكصة تشرحت يعني بشكل وافي لكن في نفس الوقت يوم الاربع ممكن يكون في خبر صار جدا لجمهور نادي الزمالك بانتهاء قزمة الحجز ودي خطوة مهمة جدا جدا لنادي الزمالك الناس هنا ممكن تسألني على القلية انا لحد دلوقتي ما عرفش الموضوع حيمشي ازاي او مش ازاي او الاتفاقات ايه لكن اللجنة بتسعى وبتعمل عليها عشان تحل هذه الازمة على فكرة وبمناسبة الجهاز عشان فيه نقطة مهمة اوي اللازم نتكلم عنها ان كان فيه كلام كتير على علاقة ما بين الجهاز الفني وبعضه في نادي الزمالك يعني حيكون فيه جلسة لتصفية الاجواء والتوتر اللي كان موجود نوعا ما نوعا ما ووضح في تصراحات الكابتن مدحة عبدالهادي المختلفة عمدار اليومين اللي فاتهم بعد المطش لكن ايه كانت عكس كمان تصراحات الكابتن احمد مجدي اللي كان معانا هنا في المداخلة كانت مهمة تصراحات كلها كانت مميزة بصراحة من خلاله يعني لكن اكيد حيبق فيه جلسة عشان يتم التركيز خلال المرحلة المجملة وده المطالب به جدا جدا جاز الفني عشان نادي الزمالك يقدر يستغل الانتصار الثمين كان تعرض لحالة اغماء بسيطة بعد مباراة ارتا سولار وخضع الاشعة على المخ الف مليون سلامة طبعا على مصطفى شربي الاشعة طبعا اطمئنان عليه بشكل اكبر قبل استقناف تدريبات يوم الثلاث وطبيب نادي الزمالك اكد ان اللعب يعني الامور مطمئنة للغاية بس دايما لازم يكون فيه متابعة لمثل هذه الامور لكن لعيب كبير او يا جماعة لعيب كبير او مصطفى شربي واضافة حقيقية لنادي الزمالك ويكاد يكون الصفقة الوحيدة اللي حصلت الموسم الماضي الصفقة الوحيدة الافيد على الصعيد الفاني من نزول نادي الزمالك فالف سلام علي والف سلام على اي حد يتعرض لعصابات زي دي من حالة اغماء بسيطة بتحصل يعني وبسبب مجودة كبير طبعا كان موجود في المباراة